لطالما احتفظ النظام الإيراني وحليفه السوري بحق الرد على الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الميليشيات والحرس الثوري الإيراني في سوريا بيد أن الضربة هذه المرة ضربت عرض الحائط بقواعد الاشتباك في الحرب غير المباشرة الدائرة بين طهران وتل أبيب إذ استهدفت غارات جوية إسرائيلية مبنى الخدمات القنصلية بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن مقتل عدد من أبرز ضباط الحرس الثوري على رأسهم محمد رضا زاهدي أحد كبار ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكما جرى في المرات السابقة توعد نظام طهران برد وصفه بالقاسي بينما خرج وزير خارجية نظام الأسد في دمشق ليؤكد على أن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا الهجوم الإسرائيلي على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي يأتي بحسب مراقبينه ليؤكد مجددا على أن إسرائيل تفعل ما تريد ولا تخشى عقابا دوليا على ذلك ولعل حرب الإبادة والتجويع واستهداف الاحتلال الصهيوني لموظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين في غزته يعطي مؤشرا آخر يرسخ تلك الصورة الذهنية عن إسرائيل ساحة أخرى من ساحات صراع النفوذ الدائر بين إيران وكل من أمريكا وإسرائيل تتمثل في العراق وهو في ذات الوقت الساحة التي يرجح بعض المحللين أنها ستشهد الرد الإيراني على هجوم دمشق فطهران نفذت في السابق هجمات متكررة على مواقع في أربيل بكردستان العراق زاعمة أنها غرف عمليات للموساد الإسرائيلي على الرغم من أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين بل ومن الأطفال كذلك إلى أن البعض الآخر من المحللين يرجحون أن تل أبيب ربما تحاول استدراج طهران إلى مواجهة عسكرية لسيما على جبهات جنوب اللبناني مع السمرار توجيه ضربات أقل حدة للميليشيات الإيرانية في اليمن وسوريا والعراق التوتر إذن يتصاعد في المنطقة واحتمالات توسع الحرب فيها تتزايد بينما يغيب أي دور حقيقي فاعل لأصحاب الأرض في العالم العربي ترجمة نانسي قنقر